حدك سألتني عن 30 و60 و100 طبعاً في فرق ما بين 30 و60 و100 لأسباب عديدة نمر واحد لأنه في قدرات ومواهب وإمكانيات لمؤمن تختلف عن مؤمن آخر ففي واحد عنده خمس وازنات في واحد عنده وازنتين المهم من ده يتجرب الخمسة ويربح خمسة وده يتجرب الاثنين ويربح اثنين ففي هناك سقف مختلف بالنسبة للإمكانيات والمواهب فيه كمان أدوار مختلفة فيه شخص خدمته بطبق قصيرة وفيه واحد يمتد به العمر لسنوات مديدة عديدة فبالتالي فيه هناك اختلاف نتيجة لهذا الأمر فيه كمان حاجة تانية 30 و60 و100 يمكن ربما بالنسبة للطاعة بتاعة المؤمن استثمار ما يدعو الرب في حياتي فربما الرب يدع في حياتي الكثير جدا لكن أنا ما بتجرش أنا كسلان أنا خجلان أنا عندي في حياتي معطلات وهو إلى آخر فهي كيفية استثمار المواهب التي يعطيها الرب بتؤثر ولا شك على سمر 30 و60 و100 كمان المناخ في فلسطين والتضاريس وعندك أنواع كتير من التربة فيه أنواع فعلا اللي بتطلع 30 وفيه مناطق اللي بتطلع 60 وفيه المناطق الخصب الخصبة اللي بتطلع 100% حسب نوع التربة وما أكثر أنواع التربة في فلسطين ومعناش هاي الأراضي الفلات يعني المسطحة المستوية عندنا تلال وجبال وكلها بزرعوها يعني حسب المنطقة بنضفوا الحجارة بيبنوا جدار سنسلة وبينزل المطر والتربة بتنزل بتعب بتصير مدرجات حسب المكان بعض بين الحجارة البعض بينزل على التربة والبعض بينزل في الأرض الخصفة كمان أعتقد مهم جدا أنه أنه هاي البذرة تكون مزروعة في الأرض الجيد أن البذرة مثل ما تكلمت هي كلمة الله والزارع هو الله اللي بيزرع الزارع هو الله ولكن من لاحظ من خلال المثل أنه الله بهمه الثمر المهم أن يكون مثمر صحيح والإثمار مثل ما ذكرت حسب يعني الإمكانيات في ناس الله أعطهم إمكانية تلاتين يثمر في التلاتين يثمر في الستين يثمر في الست وهي مش بس خلقنا لنثمر هاي هي إرادة الله لكن تعرف من الخطورة أن الله يبقى ديني قدرة الستين أو الماء ولا بنتك عشرين أو بنتك تلاتين والخوف كله يا سيس نظار أن أكون صاحب الوزنة الواحدة اللي ماضى وطمرة بكل أسف فيبقى الله عطاني على أقل شيء لكن أنا بكل أسف لم أتاجر لم أربح أو زي ما احنا بنكلم في هذه الحلقة لم أستثمر لم أستثمر في حياتي اللي مجد الله بالفعل اشتركوا في القناة ليشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا